أعزاء المستمعين لكل علم مصطلحاته الخاصة به ولما كانت المصطلحات في الغالب متشابكة ويستخدم أهل كل فن مصطلحا ربما يكون من مصطلحات يستعملها أهل فن آخر كانت المصطلحات متشابكة لذلك وقد وجدنا لزاما علينا أن نبين مصطلحات تستعمل داخل منهج أصول الدعوة ولهذا عقدنا هذا الفصل المتعلق ببيان مصطلحات علم الدعوة الدرس الثالث يقوم على عناصر عدة منها بيان مصطلح الدعوة وكذا بيان مصطلح الداعي أيضا بيان مصطلح المدعو وكذلك مصطلح الملة وكذلك نقب بك عزيز المستمع على مصطلح الشريعة ومصطلح المنهج وكذلك أصول الدعوة ومناهج الدعوة وأخيرا أقب بك عزيز المستمع على منهج أسليب الدعوة أو مصطلح أسليب الدعوة ومصطلح وسائل الدعوة بيان هذه المصطلحات يقرب المسافات ويحدد أسباب الخلافات وربما يخرجنا من هذا الخلاف إن تحديد المفاهيم وتوضيح المصطلحات يقرب المسافة بين المختلفين وقد يزيل الخلاف من أساسه إذ إن الحاجة إلى التوضيح ماسة لا سيما في ميدان الدعوة مع مخاطبة الآخر إن مخاطبة الآخر في العقيدة والملة والشريعة يحتاج بنا إلى أن نوضح تلك المفاهيم حتى نكون أوقع في الدعوة وأيسر إلى وصولها للجماهير سنحاول في هذا الدرس توضيح بعض المصطلحات التي لا تخل منها موضوعات هذا المقرر خاصة في العصر الحديث الذي تشابكت فيه الأراء وكثر الغزو وزادت أركانه في بيئة الأمة المسلمة ومن هنا نبدأ بتوضيح تلك العناصر العنصر الأول بيان مصطلح الدعوة والداعي الدعوة مصطلح الدعوة في الاصطلاح هو التبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة فهناك تبليغ وتعليم وتطبيق ترابط بين هذه جميعا وكذا مصطلح الدعي في اللغة هو القائم بالدعوة من هو الدعي؟ هو الإنسان الذي يقوم بالدعوة وفي الاصطلاح هو الإنسان العالم المبلغ للإسلام والمعلم له والسعي إلى تطبيقه أما عن مصطلح المدعو وكذا مصطلح الملة فإليك بيانها المدعو هو من توجه إليه الدعوة الإنسان أي الإنسان العاقل فالدعوة توجه إلى العقلاء وسواء كان المدعو قريبا أو بعيدا مسلما أو غير مسلم ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا إلى غير ذلك من أوصاف تطلق على المدعوين أما عن مصطلح الملة فالملة في اللغة كما قد أشرنا في تسجيل آخر بأن الملة هي الشريعة والدين والمنهج وفي الحديث لا يتوارث أهل ملتين وأما في الاصطلاح فقد أطلقت الملة على أصل الدين أو على جانب العقائد فيه فالدين نوعان أمر قلبي وأمر بدني الأمر القلبي هي العقيدة والأمر البدني هي العبادات والتشريعات وكلها يطلق عليها ملة أما عن مصطلح الشريعة وكذا مصطلح المنهج فإليك بيانها الشريعة والشرعة في اللغة هي ما سنى الله عز وجل من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة إلى غير ذلك من أعمال البر هذه كلها شريعة وأما في الاصطلاح فالشريعة هي مجموعة الأحكام الشرعية الصادرة عن الشارع يعني ما سنى الله عز وجل لعباده من أمور التشريع والشريعة تطلق ويراد بها الأحكام العملية البدنية في مقابل الأحكام القلبية العقدية وكذا مصطلح المنهج المنهج أو المنهج في اللغة هو الطريق الواضح وفي التنزيل يقول تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إذن التشريع في كل أمة يختلف ومن نبي إلى نبي آخر أما العقيدة في أمر واحد ثابت والمنهاج في الاصطلاح هو النظام والخطة المرسومة للشيء ترجمة نانسي قنقر